بيان عاجل جدا من الرئيس السيسي يكشف عن حلم له ننشر لحضراتكم التفاصيل وعاجل أبي أحمد يحرد الجيش الإثيوبي على عمليات انتحارية في تجريل وعاجل تفاصيل اعتقال ترامب بعد ثبوط تورطه في جرائم خطيرة وعاجل بيان خطير من أبي أحمد بشأن هزيمة الجيش الإثيوبي صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديو هاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أول خبر معنا وعاجل أبي أحمد يحرد الجيش الإثيوبي على عمليات انتحارية في تجريل هدد مسؤولون عسكريون وديبلوماسيون إثيوبيون بإعادة القوات إلى إقليم تجري بعد أقل من 48 ساعة من إعلان أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد في الإقليم الشمالي المضمر بحثت صحيفة الجارديان البريطانية فاجأ الإعلان عن انسحاب قوات الفيدرالية الإثيوبية من تجريل العديد من المراقبين ويشير إلى تحول كبير في الاستراتيجية ومع ذلك فإن التهديد الجديد يبرز هشاشة أي هدوء حالي وقد يدفع بقوات الجيش للانتحار العسكري بدافع من أبي أحمد وحكومته العنيدة طبعا كلنا شفنا يعني فيديوهات في الأيام القليلة الماضية بقيام جمهة تحريز تجريل بأثر مئات من الجيش الإثيوبي أو جيش حكومة أبي أحمد الجيش الفيدرالي والمتحدث باسم الحكومة الإثيوبية قال إن الجيش الإثيوبي قد يدخل مرة أخرى إلى ميكيلي عاصمة تجريل الإقليمية في غضون أسابيع إذا لازم الأمر رضوان حسيني المتحدث باسم قوة العمل الإثيوبية قال من أجل تجريل بهذا الإعلان للصحفيين في أول تصريح علني للحكومة منذ أن استولى الجبهة تحرير شعب تجريل على ميكيلي وهي عاصمة تجريل في وقت سابق من هذا الأسبوع رضوان قال إذا لازم الأمر يمكننا الدخول بسهولة إلى ميكيلي ويمكننا الدخول في أقل من ثلاثة أسابيع مع ذلك قال المتحدث باسم قوات تجريل في مقابلة مع وكالة أسوشايت بريس إن وقف إطلاق النار كان مصحة مرضية ووعد بطرد قوات الإثيوبية والإريترية أشار زباط عسكريون إثيوبيون إلى أن قوات تم سحبها لأنهم حققوا أهدافهم في جنرال آخر قال في حديث للصحفيين في أديس أبوبا للجيش الإثيوبي غادر ميكيلي لأن المدينة لم تعد مركز الثقل القادر على تشكيل تهديد للأمة والحكومة الفيدرالية المصدر معنا كان من صحيفة الموجز وأترك لحضركم التعليق يعني من الواضح إن أبي أحمد لن يفي بوعد وقف إطلاق النار من جانب واحد اللي يعني كان صرح به منذ عدة أيام اللي كان صرح به من يومين بأنه هيوقف يعني إطلاق النار من جانب واحد من جانب الجيش الإثيوبي أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر لو حضرتك جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو يلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل لخبر آخر معنا وبيان عاجل جدا من الرئيس السيسي يكشف عن حلم له وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إطلاق مشروع مشتقات البلازمة كان حلمه منذ أن كان وزيرا للدفاع ولم يتحقق طوال سبع سنوات الرئيس السيسي أضف خلال تفقده للمعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري أنه لم ييأس وقامت الدولة بالتحرك وسيتم افتتاح المصنع خلال سنة ونصف الرئيس السيسي قال أن عدد من الدول ما قدرتش تدخل في تصنيع مشتقات البلازمة مشيلا إلى أن تأخر الدخول فيه بسبب سمعة فيروس سي لكن مصر نجحت في القضاء على هذا الأمر بوثيقة من منظمة الصحة العالمية الرئيس السيسي أشار إلى أن هذا المشروع من المشروعات الهامة للغاية لخدمة مصر والكثير من الدول وسيكون ذا أثار طيبة على المجتمع ويتم إنشاء المصنع على مرحلتين الأولى إنشاء مراكز لجمع البلازمة والمرحلة الثانية إنشاء مصنع لتصنيع البلازمة بتكلفة 100 مليون دولار وسيتم تجميع البلازمة لإعادة المصنع من خلال 12 مركز بمحافظات الجمهورية تابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازمة على أرض مصر يستهدف المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازمة حيث سيضم مقر تجميع البلازمة 20 سريلا للتبرع و20 مكينة فصل بلازمة وستتولى الممرضات الإشراف على أسرة التبرع وتشرف كل ممرضة على أربعة أسرة وتوفير مساعد لكل ممرضتين بحيث يخضع مركز تجميع البلازمة للمواصفات والمعايير الدولية لتصنيع البلازمة رئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه ببناء مصنع لمشتقات الدم والاستفادة من الخبرات العالمية المصدر معنا كان من الجمهورية أونلاين وارتي طبعا تقدم يعني جميل جدا لمصر في هذا المجال وهو مشروع مشتقات البلازمة إن شاء الله القادم أفضل ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل تفاصيل اعتقال ترامب بعد ثبوت توروته في جرائم خطيرة في تقارير أمريكية كشفت إنه ربما يتم اعتقال ترامب رئيس الأمريكي السابق بتهمة فساد مالي وإداري ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فيلسبرغ سيتهمان بجرائم متعلقة بالضرائب من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة منهات اليوم الخميس وفايلسبرغ الذي يشكل موضوع تحقيق ضريب جنائي من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة منهات سيروس فانس يبحث المدعون العامون فيما إذا كانت الفوائد الممنوحة له وللمديرين التنفيذيين الآخرين ممثلة في نظام حفظ السجلات المالية للشركة وما إذا كانت الشركة قد دفع الضرائب على تلك الفوائد صحيفة نيويورك تايمز قالت في وقت سابق أن التحقيق حول فلسبرغ دخل مرحلة نهائية وأن هيئة محلفين كبرى تستمع إلى أدلة ضده منذ فترة طويلة كما حصل المدعون على إقراراته الضريبية الرسمية يذكر أن هذه ستكون أول اتهامات جنائية ضد شركة الرئيس دونالد ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل سلاس سنوات يعني ترامب مهدد باعتقاله بسبب مشاكل ضريبية في أمريكا أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل لخبر آخر سريع معنا وبيان خطير من أبي أحمد بشأن هزيمة الجيش الإثيوبي رئيس الوزراء الإثيوبي يعني أبي أحمد زعم أن انصحاب الجيش الفيدرالي من إقليم تيجري جاء بسبب أن جبهة التحرير لم تعود تشكل تهديدا على إثيوبيا أشار إلى أن حكومته لديها أولويات أخرى ممكن نفهم يعني الأولويات الأخرى دي موضوع سد النهضة وقد تكون عند أبي أحمد معلومات بضرب هذا السد فدي الأولويات الأخرى بالنسبة لحكومة أبي أحمد دي منوجة نظري الشخصية أبي أحمد أضاف في كلمة له أن الجيش لم ينهزم في تيجري لكنه غادر حيث أصبح ينظر إليه على أنه أجنبيا على حد قوله المصدر معانا كان من صحيفة الموجز يعني أتمنى أن أكون خفيفة على حضراتكم انتهينا من نشرة الأخبار الصغيرة على صفحتكم وقناتكم مصري ميديا إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته